بغطاء جوي من مروحيات الأباتش والمسيرات الحربية عاد الاحتلال لمخيم جنين مطلقا عملية عسكرية واسعة بدأت بتسلل قوات خاصة للمخيم الاحتلال حصر منزلا تحت غطاء كثيف من اطلاق الرصاص والقذائف واشتبك مع مقاومين تحصن فيه بينهم عبد الفتاح خروشي الذي تتهمه إسرائيل بتنفيذ عملية حوار قبل تسعة أيام هجوم إسرائيلي أسفر عن استشهاد خروشي وخمسة آخرين كما أصيب ستة وعشرون فلسطينيا بالرصاص إذا باتوا بعضهم خطيرة كنت بشغلي وعملي جاءني اتصالات كثيرة من شبابهم قاعدين بيحاصروا ببيتنا وبضربوا صواريخ وتواصرت مع الوالد طبعا احنا بنعرف شو بصير تواصرت مع الوالد حكوله سلم حالك طلع بالدعاء أساس أنه يطلع من الضر ضربوا عليه أول صاروخ وزي ما انت شايف يعني هذا مو البيت عزيمتنا وإرادتنا وإيماننا بأله ستنتصر على كل هذه المجازر وعلى هذا العدوان وعلى هذه الحكومة اليمينية المتطرفة حكومة القتل والإجرام المسيرة لن تتوقف تصعيد إسرائيلي يأتي بينما لم تتعافى جنين ومخيمها بعد من أثار الاقتحامات العسكرية وعلى وقع ما تعانيه نابلس وبلدة حوارة تحديدا من هجمات المستوطنين التي تطول البشر والحجر وإحراق المنازل والممتلكات وقع ميداني ملتهب في الأراضي المحتلة رغم الحديث المستمر عن التهديئة قبل شهر رمضان ما يكس بحسب المتابعين رغبة إسرائيلية جامحة بحسم الصراع وتجاهل الاستنكرات الدولية هو ضمن صياق الضغط الإسرائيلي المستمر وغياب الاستراتيجية الإسرائيلية الواضحة إرادة ورغبة إسرائيلية لحسم الصراع تجاه الفلسطينيين لذلك نرى الضغط المهول المستمر على الفلسطينيين خاصة أن المجتمع الدولي والحالة الإسرائيلية الداخلية مغيب عمليا عن ما يحدث في الضفة الغربية لذلك الصهيونية الدنيا تستغل الوقت قدر الإمكان توتر يغذيه استمرار سياسات هدم المنازل الفلسطينية وتهديدات اليمين المتطرف بارتكاب المزيد من الاعتداءات على الفلسطينيين حتى وإن كان حرق بلدات بأكملها لا تعبه إسرائيل بدعوات التهديئة الأمريكية في العقبة فتطلق يد المستوطنين تارة وتتوغل في المناطق الفلسطينية بعمليات عسكرية تارة أخرى دائرة تصعيد يتصدى الفلسطينيون لها بكل ما يملكون مرهن خلف تلاتي عربي رام الله الضفة الغربية